رقم سبعة أقفوا نقطة الإمام أقفوا على يمين الإمام يبني العصفور العش نقطة الشجرة فوق الشجرة رقم دسعة وقع القلم تحت الكرسي رقم عشرة ودعت الكتاب داخل الحذقة نجي عند ظرف الزمان قبل وبعد ومساء وربيعا صباحا شتاء صيفا تظهر الشمس في السماء صباحا أذهب إلى الفصل طبور الصباح بعد طبور الصباح أتناول طعام العشاء مساءا أغسر أسناني قبل النوم رقم خمسة أذهب إلى البحر صيفا ضرف الزمان تمتر السماء شتاءا تتفتح الأزهار ربيعا ضرف الزمان رقم بي ضع قط تحت الظرف وحدد نوعه في الجمل التالية أتناول طعام الغداء عصرا عصرا ظرف زمان جلسته فوق الكرسي فوق فوق ظرف مكان أكمل بظرف مناسب وبين نوعه تضع الشوارع نقط تضع الشوارع ليلا وليلا ده ظرف زمان وقف المعلم نقطة التلاميذ وقف المعلم بين التلاميذ وده ظرف مكان نغسل الأسنان نقطة النوم نغسل الأسنان قبل النوم وده ظرف زمان يصير القطار وده ظرف مكان العدل فوق كل شيء وده ظرف مكان يختبئ القط تحت المنددة وده ظرف مكان تتساقط الأمطار بعد الرعود وده ظرف زمان يأتي الربيع فيعتدل الجو بعد الشتاء وده ظرف زمان نجي عند الشدة الشدة حرف واحد لما بيجي بفكه بفكه الحرفين يعني حرف بانطقه في النطق حرفين بس في الكتابة بيكون حرف واحد والشدة دي على حسب نطقية اما بيكون عليها فتحة او تحتيها قصرة او فوقيها ضم طب با خو طب با خو اني حرف لقرأتو مرتين حرف البا كتبتو مرة واحدة ونطقتو مرتين بقى البا هنا عليها ايه شدة طب حركة الشدة ايه طب با با طلما فتحتي بقى عليها فتحة خل لا أو خل تو خل لا خل لا اني حرف لقرأتو مرتين حرف اللام وفتحت باقيب اين الشعال اللام عليها شدة وشدة فقعية الفتحة بت ط خون بت ط خون اني حرف لقرأتو مرتين حرف الطق وكتبتو مرة واحدة plugins الطوء هنا عليها شدة وتحت الشدة بكتب قصرة. هبكتبش تحت الحرف. بكتب تحت الشدة القصرة. مي قشة. مي قشة. اني حرف اللي قرأته مرتين. حرف الشين. وكتبته مرة واحدة. يبقى الشين عليها شدة. وحركة الشدة فتحة. صياء ضن. صياء ضن. صياء. يبقى الياء هنا عليها شدة وحركة الشدة ايه فتحة طف فا حن طف فا حن يبقى الفا هي اللي عليها شدة وحركة الشدة فتحة معلي من معل مو عل لي من يبقى اللام هي اللي عليها شدة وحركتها قصرة سب بو ره سب بو ره اني حرف القراءة مرتين حرف الباق يبقى الباق عليها شدة وحركة الشدة ضمة سج جادة سج جادة انا حرف القراءة مرتين حرف الجيل وحركة الشدة فتحة فلا حن فلا فلا يبقى اللام هي اللي قراءتها مرتين وحركتها فتحة طيب لما نجي ندمج الحرف المشدد بنكتبه حرف واحد بس دراجة هنشيل را ونكتب دراجة براء واحدة ونحط عليها شدة سكي نون اتنين كاف هنا هنشبكهم هندمجهم فبعض تبقى كاف واحدة ونحط عليها شدة ام مي هندمج الميم الاولية مع التانية هتبقى ميم واحدة وحركة عليها شدة وحركة الشدة هنا قصرة مي قص هنا الصاد بقى اتنين صاد ليه عشان هي عليها شدة يبقى لما نجي ندمجها هنكتب صاد واحدة ونحط عليها شدة طب يلا نحلل راقم جيم الكلمات صياد الياء زي ما قلنا عليها شدة والشدة لما يجي افكها فكها الحرفين الاول ساكن وبياخد اللي قابله والتاني متحرك يعني ايه متحرك يعني بيكون عليه فتحة او ضمة او قصرة ولو قدام المد بيمسك في ايد المد طيب صياد هتبقى الياء هنا افكها الاثنين ياء هتبقى الصاد والياء الاولانية مع بعض والياء التانية مع المد الالف والدال لوحدها على الله قابل هنا اللام مشددة قرقتها مرتين يبقى العين واللام الاولانية مع بعض واللام التانية لوحدها والقاف لوحدها وحب بو الباق قرأتها مرتين يبقى الباق عليها شدة يبقى الألف لوحدها وهنفك الباق لاتنين باق أول باق هتاخد الحاق يبقى الحاق والباق مع بعض والباق التانية لوحدها قاوي يون الياء قرأتها مرتين لما نجي نحللها قا لوحدها وي الواو والياء مع بعض والياء التانية لوحدها زي ما قلنا فوق اللام عليها شدة يبقى الميم لوحدها والعين واللام الأولانية مع بعض واللام التانية لوحدها والميم لوحدها طب دراجة الراء مشددة هنفكها لتنين راء أول راء هتاخد الدال والراء التانية هتاخد مد الألف يبقى الدال والراء مع بعض والراء التانية مع الألف والجيم لوحدها والتاء المربوطة لوحدها نيجي عندي اسلوب النداء اسلوب النداء لازم نبدأ بيا ذائد اسم يا أحمد ذاكر يا محمد حافظ على دروسك يا اسم وكمل باقي الجملة رتب الكلمات العادية ثم ضع دائرة حول أداة النداء يا الرياضة محمد مارس هنقول له ايه يا محمد مارس الرياضة فين أداة النداء؟ حرف اليا رقم اتنين يا معلمي أنا أحترمك ويا هنا هي أداة النداء يا جميلة رتبي المنزل ويا هنا أداة النداء كون جمل مستخدماً اسلوب النداء مونة لا تلعبي في الشارع هقول لها ايه يا مونة لا تلعبي في الشارع لا تلوث البيئة يا أمير هبدأ باليا ذائد الاسم هتقول له ايه يا أمير لا تلوث البيئة محمد تناول طعامك هقول له ايه يا محمد تنهي والطعامك أحمد رتب سريرك يا أحمد رتب سريرك مارس الرياضة بانتزام هنحط بقى هنا اي اسم يا أحمد يا محمد يا مصطفى مارس الرياضة بانتزام عندنا الفعل الماضي والمضارع زي ما شرحناه في الفيديو الأوليني الماضي حاجة حصلت وخلصت المضارع حاجة مستمرة يقرأ ذا لسه بيقرأ يبقى مضارع كتبه هو كتب خلاص ماضي رسمه هو رسم ماضي اتصل ماضي ألعبه أنا لسه بالعب يبقى مضارع نطهو احنا لسه بنطبخ الطعام يبقى مضارع يستخدم مضارع تشرح مضارع تنمو مضارع ننظف مضارع تجلس مضارع يزرع مضارع حدد نوع الفعل في الجملة الآتية عايزين نعرف ده فعل ماضي ولا مضارع ذهبه أحمد إلى القاهرة ذهبه ماضي يعود أبي إلى من العمل يعود مضارع خرج أبي إلى العمل خرج ماضي نجحت أختي في الإختبار نجحت ماضي شريحة المعلمة الدرس شريحة ماضي نزور جدتي كل يوم نزور مضارع أحب صديقي كريم أحب مضارع قرأت القصتين بالأمس قرأت ماضي تلعب أمي معنا كل يوم تلعب مضارع نذر المطر من السماء نذره ماضي ضع فعل مضارع نقطة البنت بالقرى تلعب البنت بالقرى رقم اثنين نقطة من النوم مبكرا استيقظوا من النوم مبكرا ده كده فعل مضارع الأم أولادها الأم تربي أولادها ده كده فعل مضارع العصفور في السماء يطير العصفور في السماء نقطة الأولاد بالقرى يلعب الأولاد بالقرى البنت ثيابها تنظف البنت ثيابها أسماء الإشارة قلنا أسماء الإشارة هذين وهذين بس دولنا ناخدهم في جينيور ثور جينيور ثري قلنا هذا مع المفرد المذكر هذه لها استخدامين مع المفرد المؤنس أو الجامع الغير عاقل وقلنا هؤلاء باستخدمها مع مع الجامع العاقل يبقى هذه لها استخدامين يقيمة باستخدمها مع المفرد المؤنس أو الجامع الغير عاقل نقطة معلمي مفرد مذكر يبقى هذا معلمي معلمتي هذه معلمون هؤلاء فلاحات هؤلاء شجرة هذه فلاح هذا مهندس هذا طبيبة هذه مهندسون هؤلاء طبيبات هؤلاء مخيم واسع هذا معلمون متميزون هؤلاء السيارة سريعة هذه أشجار مثمرة هذه لأن أشجار جمع غير عاقل المبنى مرتفع هذا المصابيح مديقة هذه لأن المصابيح جمع غير عاقل الولد يلعب بالكرة هذا البنت تمشت شعريها هذه التلميذ صديقي هذا البنت تلعب في الحديقة هذه تلميذات تلميذات نشيطات هؤلاء فلاحات مجتهدات هؤلاء ضع اسم إشارة مناسب أسد هذا معلمة هذه مدارس هذه عشان جمع غير عاقل علماء هؤلاء معلمات هؤلاء هؤلاء حضائق هذه جمع غير عاقل باب هذا أسجار هذه جمع غير عاقل معلمون هؤلاء جمع غاقل فراشات هذه جمع غير عاقل الجمعة الإسمية والجمعة الفعلية الجمعة الإسمية بتبدأ بإسم أو ضمير والفعلية بتبدأ بفعل يبدأ إسمية بتبدأ أول الجملة لازم أبص على أول كلمة في الجملة لقيتها إسم أو ضمير تبقى جملة إسمية لقيتها فعل تبقى جملة فعلية يرتدي أمير ملابسه المدرسية إسمية ولا فعلية يرتدي أو الكلمة فعل تبقى فعلية فاطمة تحب صديقتها فاطمة إسم تبقى الجملة إسمية الهاتف اختراع حديث الهاتف ده إسم تبقى دي جملة إسمية تعان تعانك أمير ونبيل تعانق دفعل تبقى جملة فعلية نحن نحب مدرستنا نحن ضمير تبقى جملة اسمية هذا جندي مخلص هذا اسم إشارة تبقى جملة اسمية حافظه على نظافة ماء النيل حافظه فعلة تبقى جملة فعلية تقرأ التلميذاتين قصة تقرأ فعل تبقى جملة فعلية لتحتها حدد نوع الجملة اسمية أو فعلية ينزل المطر شتاء فعلية محمد يفتح الباب اسمية الحصان يجري بسرعة اسمية سافر أبي إلى الإسكندرية فعلية الأم تطهو الطعام اسمية البنت تجمع الأصغار اسمية صنع النجار مكتبا فعلية لاتبك كلمات التالية تكون جملة اسمية مرة وجملة فعلية مرة مرة عايزين نعملها اسمية ومرة عايزين نعملها فعلية الفضاء في الطيور تحلق جملة اسمية هبدأ في بالاس يبقى الطيور تحلق في الفضاء طب فعلية يعني هبدأ بالفعل الفعل عندي تحلق هتبقى تحلق الطيور في الفضاء اللبن شريبا أحمد اسمية أحمد شريبا اللبن وفعلية شريبا أحمد اللبن باقي النوع الاسلوب في ما يلي ما أعظم وطني ما وكلمة على وزن أفعل ومتعجب منه علامة تعجب يبقى ده اسلوب تعجب لا تلعب بالسكين لما يجي أطلب من حد ان هو ما يعملش الحاجة دي يبقى ده اسمه اسلوب النهي يبقى لا تلعب بالسكين اسلوب نهي لم أذهب إلى المدرسة أمس لم يبقى اسلوب نفي حافظ على نظافة مدرسة بطلب منه ان هو يعمل حاجة حافظ ده فعل أمر يبقى ده اسمه اسلوب الأمر لا يطير الكلب هنا في طلب أنا بطلب منه ما يطيرش ولا هو أصلاً مش بيتير هو أصلاً مش بيتير يبقى ده اسمه اسلوب نفي لا تهمل دروسك هنا بقى بطلب منه ما يعملش حاجة يبقى ده اسمه اسلوب النهي يبقى اللي فوق نفي واللي تحت نهي رقم سبعة يا محمد لا تكتب على الحائط يا محمد ده اسلوب نداء لماذا لن تذهب إلى الحق استفهام ما أروع صوت البلبل تعجب هل سيكون لي أخت أم أخ استفهام لا يفلح الكاذب نفي اكتب واجبك يا محمد ببص على أول كلمة في الجملة يبدأ فعل أمر يبدأ اسلوب أمر لا أحب عصير الليمون نفي لن أسافر معك اليوم نفي لا تؤذي الحيوانات نهي كيف حالك يا علي استفهام حافظ على الصلاة أمر لا ترفع صوتك نهي أين تذهب كل صباح استفهام